نروح لنادي الأهلي شفنا يعني مشادة كده ما بين اتنين من لعيبة النادي الأهلي خاصة بعد إحراز يانج أفريكنز لهدف التعادل أليو ديانج لعب النادي الأهلي بيتقدم بشكوى للجهاز الفني للفريق بطعم بقيادة مارسل كولر ضد زميله ياسر إبراهيم بعد اللي حصل يا جماعة أنه هو بعد الهدف ياسر إبراهيم ألقى اللوم عقب الهدف بتاع يانج أفريكنز على مين؟ على أليو وديانج المشكلة أنه هو اللي حصل أن الموضوع حصل في اللوم يعني ياسر عنف أليو وديانج قدام زميله وكمان قدام الفريق المنافس طبعا نتيجة المباراة انتهت بالتعادل واحد واحد يعني ما بين الفريقين أليو ديانج رفض أنه زميله ياسر إبراهيم يوجه له اللوم ويراح قدم شكوى أو اشتكى اعترض لمارسل كولر عن هذا التصرف مارسل كولر من جانبه معا كبان كابتن خالد بيبو مدير الكرة اتكلمه مع ياسر إبراهيم حوالين الموضوع ده حوالين الأزمة دي طلبوا منه أن ده ما يحصلش تاني خاصة أن دي مش المرة الأولى لكابتن ياسر الشكوى دي ما كانتش المرة الأولى طيب ده تفاصيل يعني المشد اللي حصلت ما بين أليو ديانج وياسر إبراهيم عقب الهدف اللي سجلوا أفريكان يانز تعادل بتاعهم سي ما شفناه انباراة نروح لسه مستمرين في أخبار نادي الأهلي مرسل كولر قبل ما الفريق سافر لتنزانيا طلب من الجهاز المعاون تجهيز تقريرين تقرير عن اتحاد جدة والتقرير الآخر عن أوكلند سيتي تحسبا لمواجهة الفائز منهم في كأس العالم للأندية كولر عمل ايه قسم الجهاز المعاون لمجموعتين كل مجموعة مسؤولة عن إعداد تقرير عن فريق واحد طبعا زي ما هنعرفين ندي الأهلي مشارك في كأس العالم للأندية الشهر ده ان شاء الله خلونا نروح نطمن على كابتن محمد عبد المنعم صخرة الدفاع الأهلوية هيعمل أشعة على كاحل الرجل في الساعات المقبلة بعد أن يتلاشى الورم من الكاحل عقب الإصابة التي تعرض لها في مران الأهلي الأخير قبل ماتش يانج أفريكانز أطول فترة ممكن أن كابتن عبد المنعم يغيب فيها عن الفريق هتكون تقريبا 15 يوم منذ الإصابة منذ تاريخ الإصابة اللي هي كانت يوم الجمعة بالليل بالتالي هو هيغيب عن مباراة شباب بلوزداد المقبلة لكن في محاولات كبيرة جدا من جانب الفريق الطبي عشان يجهزوا لكأس العالم للأندية اشتركوا في القناة